تفعيل الإدارة الإلكترونية بمقاطعات الدار البيضاء واعتماد الخدمات الرقمية في تدبير مخزون الأدوية لفائدة مرض السكر وكذا حجز القاعات الرياضية والفضاءات الثقافية عن بعد مشروع يقر مجلس البيضاء بإتمامه بالكامل لفائدة المرتفقين روبرتاج أوفا في سياق روبرتاج حمزة سعود وخالد بوناناس سرعت جائحة كورونا رقمنات الخدمات الجماعية مراكز حفظ الصحة التابعة للمقاطعات والفضاءات الترفيهية والرياضية سيكون بإمكان المواطنين والمرتفقين حجزها عن بعد بفضل هذه الخوادم التي دعمت البنية الأساسية التحتية لعدد من المقاطعات بالمدينة حوالي 100 مليون درهم تم صرفها لتسريع التحول الرقمي بالعاصمة الاقتصادية وتمكين المواطنين من الرخص التجارية وتقديم شكايات إلكترونية أمام تراجع نظيرتها الورقية مصلحة كازانوميريك التابعة لشركة الدار البيضاء للخدمات ستشرف على وضع شبكة معلوماتية محلية على مستوى الجماعة والمقاطعات الستة عشر بشكل سيشمل منصة متعلقة بالرخص التجارية وتطبيق متعلق بالشكايات وآخر بتدبير الرسوم الجماعية إن شاء الله سيكون في دمي الفنتية أنا أخذ دامع له كازانوميريك بأنه أن المواطنين يمكن له أي مصرح أي قاعة ريادية أي مكتب أي قاعة تستعمل المرفق كمرفق عمومي يمكن تستغلها من طرف ما هذا أنه يمكن يدخل على البوابة وشوف النهار اللي خوي عنده يمكن له يريزير فيه سمبلومون باركليك بلا ميدي بلاسا اللي كتعرفه في تدبير الجائحة وهذا الوباء اللي يرفعوا علينا أن الرقمانة والله الضرورة باش نحافظوا على صحتنا الضبط الرقمي ونبو ديال على صعيد جماعة الضر بيضاء ولكن بقي ما تفاعلش ونبو ديال المقاطعات على صعيد المقاطعات بقي ما تفاعلش بقي تحطوا دابط طلابات مباشرة في مكسب الضبط المركزي في المقاطعة ويتم تشجيلها في واحد اسمه تصطبيق إعلامي ويتم إرسالها لجميع المصالح المختصة باش المعالجة ديالها وإعطاء الرأي فيها وسرعت الجائحة من هذا التحول الرقبي الذي يشير مجلس المدينة إلى أنه بلغ 60% في حين تنتظر مشاريع المدينة الذكية ونظم المعلومات وتطبيقات لإدارة الدورات بمجلس المدينة إخراجها إلى حيز الوجود ترجمة نانسي قنقر